موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لنلقى نظر على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن موسيقى نبدأ مشاهدينا الكرام باستعراض للمؤشرات في القاهرة انخفاض بنصف نقطة مئوية بواقع 82 نقطة في الأردن تراجع بعشر في المئة وبيروت ارتفاع بسبعة عشر في المئة وكذلك الحال في الدار البيضاء لكن بهامش انضائل باثنين من مئة في المئة في المنطقة الخضراء السعودية مرتفعة بعشر في المئة تقريبا قطر بواحد وعشر في المئة في المنطقة الخضراء وأبو ظبي أغلقت ارتفاعا بواحد وثمانية عشر في المئة بواقع تسعين نقطة تقريبا دبي أيضا بواحد وستة عشر في المئة ارتفاعا بواقع اثنتين واربعين نقطة مع نهاية تدولات اليوم البحرين ارتفعت بعشرين في المئة وصلتنا طعمان بأكثر من واحد في المئة بقليل في الكويت ارتفعت في المؤشرات الأول بثلاثة عشر في المئة الرئيس بثمانية عشر في المئة والعام بأربعة عشر في المئة مزيد من التفاصيل في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر 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 وتسهم المبادرات التي يطالع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوحها بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في حب الوطن بدأت حكايتنا من عبق الأجداد وأصالة الماضي من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم يداً بيد تمضي مسيرة وطننا نبني ونشيد ونصمد ونتطور محققين أهلاً معدلات النجاح دلال القابضة الثقة والابتكار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 المتقع المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر 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 لكن قربنا أكثر من الصورة وما يجري على الأرض اقتصادية اقتصاد السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد أن كانت بـ 46 ليرة مقابل الدولار الآن نتحدث عن أكثر من 500 ليرة مقابل الدولار ما هي الأثار المترتبة على ذلك معيشيا؟ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر هل يعني بذلك أنه سيتم البدء في إعادة الإعمار وأن الأمور أصبحت على ما يرى؟ هناك عندهم أحلام يعني غير قابلة للتحقق بالنسبة لعملية إعادة الإعمار يعني هناك قرار من الولايات المتحدة الأمريكية بمنع أي عملية تمويل لعمليات إعادة الإعمار وشفنا نحن إذا نتبهنا كيف تحرك الأورتون بشكل فوق المخططة شوي بفتح المعادر كيف تم الضغط عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ضبط السامولي يعني بحيث أنه المنفذ يبقى عم يتحرك وفق الـ يعني كل الهرولة العربية عملياً توقفت يجيت أنه كانت خارجي وكانت التوجه الروسي بهذا الإطار يعني إذا فحثت روسيا بعض الأطراف العربية على الأقل نحن شفنا السودان تحرك وشفنا الإمارات تحركت بترتيبات روسية معينة لكن تم تطويق هذا الاتجاه ونحن الأسبوع يعني من ثلاث أيام بمؤتمر بروكسل كانت الرسالة واضحة وعلنية يعني أنا تقصيداً بحيث 85 دولة كانت موجودة وكل يعني كان عم يقرر أنه العملية السياسية هي عملية ساسية بدء العملية عادة الأمار ما فيه إصلاح سياسي سعلي يشعر الناس فيه إنه هن راح يستعدوا حقوقهم كشعب يقدر يقرر مصره ما فيه أي عملية اقتصادية راح تنشأ ولا عادة أمار ولا من يحسنون لأنه عملياً بالعكس بالفترة الأخيرة زادت ضغط الاقتصاد على الاقتصاد السوري شفنا المعازق التسويقية اللي شفناها بعمليات إلى الآن يعني الغاز المنزلي والوقود التدفي على المنازل ووقود الخيارات فيه يعني ضغط كبير على شبكات التسويق نتيجة بعض الموارد نتيجة الصعود الكبرى في عمليات الشحن البحري للغاز المنزلي للشحنات الديزل لسوريا شكراً لك مصطفى السيد المحلل الخبير الاقتصادية السوري كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الألمانية بيرلين شكراً جزيلاً وهذا مشاهدين الكرام تنتهي حلقة اليوم نلتقي في الغد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة